لتحليل ينضم لنا من الرباطة دكتور ميلود بلقاضي أستاذ العلوم السياسية في جماعة محمد الخامس الدكتور سهام النقدة هذه المرة تأتي من داخل أروقة الحكومة تأتي من الحكومة المغربية كيف تقرأ التوتر بين أكبر حزبين ربما في المغرب الأم الأكيد أن الأغلبية الحكومية منذ تشكيلها وهي تعيش على إيقاع الأزمات والصراعات وما وقع هذا الأسبوع بين حزبين أي حزب التجمع الوطن الأحرار وحزب العدل والتنمية يؤكد أن الأغلبية هي أغلبية ليست منسجمة في العمق ولكن المصالح مشاركة هي التي تجعلها تستمر وهذا ما يسيء إلى الأغلبية ذاتها ويزيد من تأزيم الوضع الحكومي لكن هذا لا يؤدي إلى تطور وتقدم البلاد يا دكتور ربما هي مقدمات لما صرح بي حزب التجمع والأحرار أنه سيقود البلاد بعد الانتخابات المقبلة ليس كذلك؟ نعم أخي إذا أردنا أن نفهم أولا لماذا خرج السيد رشيد طالب العالمي لو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع والأحرار لماذا خرج في نشاط حزبي أمام شاببة حزبي بقوله أن أولا النموذج الاقتصادي التركي هو نموذج غير أولا الآن يؤدي إلى نتائج سلبية والحزب العدالة والتنمية المغربي الذي يعتمد أو يتشبت بالمرجعية نموذج اقتصادي هو تشبت خاطئ ولا يلائم طبيعة نموذج التنموي الذي يطمح إلى المغرب ورد العضو السياسي التجمعي على البي جي دي جاء أيضا نتيجة سابقة وهي الهجوم القوي والعنيف الذي قام به أيضا عضو أحد قادة أو سقور حزب البي جي دي في الانتخابات الجزئية الآخرة بعملة المضيق فنيدق بالشمال والتي عرفت انتصارا صاحقا لحزب التجمع وطن الأحرار على حساب حزب البي جي دي الذي فقد نسبة مهمة من مناضره وأثناء الحملة الانتخابية دكتور أيما كانت الأسباب في التناحر السياسي لا يجب أن تكون الكلمات بمنحة عن الداخل المغربي حينما يقال أنه مشروع دخيل يؤدي إلى تخريب البلاد هذه نقطة سياسية وليست حزبية وليست في أطر الحكومة وليست في مصلحة المواطن المغربي أليس كذلك دكتور ميلوت نعم نحن نتفق ما تقوم به أحزاب المعارضة المغربية أو أحزاب أغرب الحكومية لا يخدم لا الأحزاب الأغلبية ذاتها ولا أحزاب المعارضة ولي تماشى مع التوجهات الملكية في ترصيخ نبل العمل السياسي ولا أيضا يرضي للشعب المغربي اليوم التحديات الحقيقية ليس هي الاتهامات المتبادلة بالأحزاب المغربية بل الذي يهم المغرب الآن هي الفقر هي الهشاشة هو الفساد وبالتالي فيجب على الخطاب السياسي المغربي أن يسموه وأن يرتقي لا في شكله أو مضمونه وهذا يمثل أزمة حقيقية ما هي السيناريوهات يا دكتورة للفائل السياسيين هل سيخرج العالمي من الحكومة هل تلاف الحاكم سينهار على أثر هذه الانقسامات أم ربما سيكون تلاف حاكم تلاف مضطر لتسيير الأمور في البلاد لا أرى هذه أحداث عابرة في الزمان السياسي وحزب العدل والتنمية له عدة وسائل وآليات ومساطر قانونية ودستورية إذا أراد إما أن يعفي الطالبي من الحكومة بن قوسين أو يقتع التحالف مع التجمع أولها هو أن الفصل السبعة وربعين واضح أن رئيس الحكومة له السلطان لكي يطلب من الملك إعفاء وزير إما بصفتين فرضية أو جماعية بناء على استقالة إما وزير أو جماعة وهذا يعني من ناحية الدستورية رئيس الحكومة المغربي ليس مؤاهلاً دستورياً لإعفاء ثانياً إذا أراد حزب العدد والتنمية أن يفق التحالف مع التجمع والأحرار وأن يعفي وزير الشباب رياضة عنده آلية متعددة أولاً من سيقدم مشروع قانون المالية سيقدمه يعني بن شعبون الذي هو وزير ينتمي إلى حزب التجمع والأحرار نعم والفارق البرلماني بجيدي حزب عنده عدد كبير يمكن أن يصوت ضد المشروع قالوا المالية لتسقط حكومة هناك أيضاً ألية أخرى يمكن للفريق البرلماني أن يصوت ضد ميزانية قطاع الشباب والرياضة وليخلق أيضاً ليعفيه الوزير الثالثاً الآن رئيس الحكومة له الصلاحية لكي يطلب من المالك أن يعفيه يعني وزير الشباب والرياضة ولكن إذا رأيتم البلاغ الذي صدر عن أمانة العامة نجد أن الأمانة العامة لحزب تجمع حزب بي جيدي أي حزب العدل والتنمية فيه تي سياسي نعم عدل والتنمية فيه تي سياسي حيث أنهم أولاً تكلموا في البلاغ عن قضايا معينة ولم تكن لهم أرجو السياسية للإعلان إما نحن مع التجمع في الحكومة أو في المعارضة أم يقول يجب أن في الطالبي ونحافظ على التحالف مع حزب الحمامة فهذا ليس معقول ثانياً هناك خطأ في البلاغ دي العدل والتنمية هو ربط يعني أن التهم الطالبي بأنه خرج عن ما يسمى القانون التنظيم لأشهر الحكومة الحديث أو الكلام الذي جاء لسان وزير الشباب ريضة كان في نشاط حزبي ضيق وليس له أي علاقة بالحكومة على أي حال هو ما تم التصريح به أن ما قيل من رشيد العالمي هو مناقد لمثاق الأغلبية الحكومية على أي حال أشكرك دكتور رفاية الوقت ليست معي طيف من الرباط الدكتور ميلود بالقاضي أستاذ العلوم السياسية في جماعة محمد الخامس أشكرك دكتور على ما تفضلت به اشتركوا في القناة